عمل إنجاز السنة دي أعتبر طبعاً يمكن كلام ده طبعاً إحنا كلمنا كتير يمكن في كلام ده كريم طول ما في إدارة صح وفي نظام وفي سيستم أكيد ده بيوضع عليك أنه إنت لازم لازم تسعد فإحنا من أول يوم مصطفى عفروضت عارف الكلام ده الحمد لله من أول يوم في نظام وفي سيستم وفي رئيس نادف دهرك وفي مشرف عمع الكورة ومدير كورة وكل حاجة وجهاز فني فكل حاجة صح في المكان الصح فأكيد أن ربنا نتكلم مجهودنا في الآخر أن إحنا قدرنا الحمد لله نصعد يعني الحمد لله إنجاز يعطب الإنجاز والله يعني هو مش إنجاز هو إعجاز زي ما بيقوله إعجاز أه لأن إنت هقولك إعجاز ليه لأن إنت كريم علش لما تبقى مثلاً بتلعب ربعة ومن الرابعة تطلع تالتة ومن تالتة تطلع تانية كل دوت أنت بتتكلم في السنتين فده مش إنجاز ده إعجاز إعجاز في فترة قصيرة جداً دي الخطة اللي كان عملها الدكتور المندوق الحسيني اللي هو إدر اللي هو يكنع نجوم كبيرة قوي وأساميهم ليهم إسمي مش من السهلة لايب أحمد شوكلي ومصطفى عفرطته معايا بفريف وكابتن حرام دعفر وكابتن حسن يوسف وناس كتير أو مجموعة متواجدة معنا يعني مشاه الله يعني وكابتن محمد أشرف برضو لأبن مصري وطراء الجيش ناس كتير أو مشاه الله يعني متواجدة معنا فإدر اللي هو يكنع الناس دي وإدر اللي هو فعلاً في فترة قليلة أول دكتور المندوق الحسيني اللي هو يطلع النادي في خلال السناتين دول انت وصلت دلوقتي انت هتلعب السنات جاية إن شاء الله لما تبتدي ممتاز به فأنت إن شاء الله هو الراجل عامل خطة اللي احنا إن شاء الله في خلال 3-4 سنين نبقى في الممتاز فده إعجاز لا بس ما هم بالنظام الجديد ممكن تساعة جاية تبقوا في الممتاز إحنا على حسب التحدي الكورو بقى آه اللي هو تساعة مشاه عشان هو برضو الممتاز فيه فيه فرق بتسعد للممتاز أنا طبعاً أنا بقيت أطلعبط في الكصة يعني فيه فرق بتطلع من المحترفين لدول الممتاز وبرضو فيه من الممتاز بيه اللي هو تحت المحترفين عموسها كتنكره يروح لدول الممتاز وخلطبيطة كده رزيزة ما دي كانت السنة اللي فاتت من الثالثة يطلع محترفين ويعملوا ترقي أيوا ويطلع منهم واحد في الدور الممتاز دلوقتي العكس بقى شكر في الكصة دي بقى احنا هنعمل زي السنة اللي فاتت أنا بالنسبة لي التوجود دوت يعني الامتحانات بتاعت الفيزيا كي تسهل لما اقول لك السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت انت لو تفتكر مفيش دور محترفين بعدها تاني يوم تلاقي ايه لأ في دور محترفين في نظام مش عارف ايه في اول ثلاث فرقة هيصعد كل شوية بقرار فإحنا زي ما عفرطة بيتكلم انت الحد دلوقتي احنا الحمد لله صعدنا بس مش عارفين بقى هل في ترقي ولا نستنى بقى الدور الممتازي انتهي أيوا ونشوف بقى اتحاد الكراي هيكمل بقى القصة بتاعت المحترفين ديت ولا هترجع مجموعات مثلا تاني بحري سعيد قاهرة ما نعرفش لسه طبعا عسد سؤال مهم جدا دلوقتي مثلا رجعوا النظام القديم في الموسم اللي جاية مثلا يعني هو انتم انت خلصتوا كده خلصتوا حلصتوا انتو ما فوقت اقوتوا استنوا بقى لحد تلات شهور تلات اربع شهور طبعا تلات اربع شهور انتم وتلعبوش كورة طبعا يمكن يبقى فيه معسكرات ولا معسكرات طبعا انت عشان تفضع كبير كريم طبعا مهمة الدور الممتاز يخلص تمام شهر عشرة فانت زي السنة اللي فاتت احنا بدأنا في كام في شهر عشرة فأنت الطبيعي مش هتنزل تعمل فترة إعداد غير بعد كام تنزل مثلا في تمانية فأنت عندك دلوقتي كام خمسة وستة وسبعة وتنزل في تمانية يعني بتتكلم في ثلاث شهور انت مريح اه منا بتتكلم في ثلاث شهور انت ممكن تنزل في نص تمانية كمان فأنت بتتكلم في فترة راحة كبيرة جدا ودي كرسل أي لعبة أو كرسل أي مدرب كرسل كل الناس كرسل كله معلش يا كابتن كارم انت قاعد دلوقتي احنا خلاص السيزون خلص انت عاد دلوقتي هروح اكل بقى رنجا وفسيخ كل ساو لا ما تتاكل كل حاجة بس كمان هتبقى وزنك مثلا عندك خمسة سبتة كيلو وزيادة والراتب كمان انت الراتب بتاعك خلاص انت خلصت السيزون انت عاد كل دوت معلش الفترة انت عاد لحد ما تبدأ سيزون الجديد دي نقطة كمان مهمة جدا دي طبعا دي كرسل مش نقطة دي خطيرة اه انت عاد تلات شهور انا اتصوات بس ان انت عادك بيفضل بساري انت عادك بيخلص كابتين كريم بنهاية الموسم اه فدي طبعا وتبدأ معاي بقى من الموسم الجديد نشوف العاد الجديد ده شيء عبسي جدا بالصراحة يعني طيب